اشتركوا في القناة ما تحليل حضرتك؟ يمكن احنا الاسبوع ده بنحاول جاهدين يعني ان احنا نحافظ على مناطق الخضراء فوق مناطق العشرين الف نقطة قدرنا ان احنا منتصف الاسبوع ان احنا نروح لمناطق العشرين الف ومتين وخمسين نقطة ومتين وستين نقطة لكن الى حد ما كان فيه بعض عمليات جني الارباح او تحيي الارباح خاصة ان احنا كنا منويين دائما وابدا ان عندنا من شخصية السوق المصري ان احنا عندنا الراوند فيجرز او الارقام الدائرية دائما بتكون مقاومة نفسية جديدة بالناس بالمتعاملين خاصة ان انت كمان بتروحي لمستويات هي جديدة الاول مرة المتعاملين بيشوفوا يمكن كان امل الناس ان احنا نتجاوز مناطق القمة السابقة عند الـ 18500 نقطة و400 نقطة وبدأنا ان احنا نتجاوزها كمان بشكل كبير الناس بعد طبعا يعني احنا نقدر نقول ان احنا قعدنا من اول السنة واحنا بنحاول ان احنا نتجاوز مناطق الـ 18500 نقطة وبعد ما تجاوزناها بدأ يكون فيه ثقة اكتر في الاسهم المتعاملين بدأ يكون عندهم قابلية اكتر لتحمل المخاطرة وبالتالي ده خلق لي cash flow على الماركت او cash in على الماركت فبدأ ان هو يعمل لي تصارع اكتر على اسعار الاسهم عندنا عامل كتير ايجابية فيما يخص بقى السوق بشكل كبير عندنا طبعا عمليات الاربطراج كمان ممكن هي حققت او ساعدت في ان الاسهم القيادية وعلى رقصات تجاري الدولي الاربطراج ان عندنا السنديء الوفشور المصرية اللي هي بتعرف كسندق اجنبية يعني بتبدأ ان هي تشتري هنا الاسهم المصرية بالجنيه المصري وبتروح على بورسة لندن تبعها بالدولار وبالتالي ده بيوفر لهم اللي هملة الصعبة اللي بيدبر لهم احتياجاتهم من الدولار الامريكي اللي هم ما بيقدروش يدبروه هنا بشكل كبير فده طبعا على خلق لعملية من عمليات الزخم والتدافع على الاسعار الاسهم وبالتالي بدأ انه هيكون فيه ترق للسعر السوق كذلك النتاج الاعمال الايجابية اللي كانت بدأت ان هي تفسح عنها الشركات والافصحات اللي بدأنا نشوفها كتير من الشركات ان هي يكون عندها نتاج اعمال ايجابية وقدت لتوزيع ارباح عندنا كتير من الصفقات اللي هي كانت الناس منتظرها وبدأت ان هي تقبل او يعني تدي للناس دفع للاجبال على الاسهم ولا رأسهم مثلا مصري اتصالات وقصة الاستحواز واتمام عملية الاستحواز صفقة او بيع هيلو بارك المصري الجديدة ده قدى ان يكون فيه زخم على السهم كذلك البترو كاميكالز اللي بدأت ان هي تشوف عمليات من الشراء المتواصل خلال الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبله كمان يمكن احنا منتظرين كذلك استمرار لعمليات الزخم الشراء الموجود في القطاع طبعا على رأسهم نقدر نقول ابو اير ومبكو وكتير من بقى من الشركات القائدة في الفلسوق وده اللي عززلي بشكل او باخر من الحركة الايجابية اللي حكاية حصلة عن العشر استاذة مونة برأي حضرتك هل المؤشر الثلاثيني بنهاية العام قادر على اختراق المستوى التاريخي 22000 نقطة؟ قبل نهاية السنة دي ممكن احنا نشوف المستوى ده وممكن نشوف مستوى اعلى منه كمان احنا مش بصين على حركة المؤشر الحالية على اساس ان هي بدأنا نستهدف مستويات سعرية لان انت خلاص بدأت تحلق في اراضي جديدة بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة لعمر المؤشر او الهيستريكر داتا بتاع المؤشر فبالتالي مش هنقدر ان احنا نقولك اذا فيجر نامبر كده ان احنا رايحين لكذا ولكن فيه كتير من المعطيات اللي تقدر تقولنا ان احنا مستقبلا بنستهدف مناطق سعرية سواء على المؤشر او على الاسهم اعلى بكتير من اللي موجودة ويمكن كمان تموحنا يبدأ ان هو يعلى خلال الفترة اللي فاتت احنا خلينا كده نشوف الكاتلست الرئيسي لحركة الايجابية على البورصة المصرية عموما واللي يمثلها طبعا الاجي اكس 30 انتي كان عندك عمليات الاستحواز او صفقات الاستحواز اللي بتتم على القياديات في خدمات مالية وبيترو كيميكلز وكتير من شركات المدرجة عندنا كمان الاخبار واللي بتتجدد كل فترة عن تحرير سعر الصرفة او التعويم المتوقع خلال الفترة اللي جاي تمام طيب الخبارين دولت لم ينتفوا بل بالعكس هم لسا موجودين ولم ينفزوا بشكل فعلي على ارض الواقع انتي لو هنبدأ بقى ناخد كده السوق اجمالا انتي من 2016 لحد دلوقتي انتي شفتي من بداية عملية التحرير او التعويم من نوفمبر 2016 لحد دلوقتي انتي اللي كانت الشعلة الاثاثية لبداية الاتجاه لصاعد في السوق مع كل تحرير او مع كل خطوة تحرير ومع كل كلام جديد عن موضوع تحرير سعر الصرفة بتبدأ ان يكون في تجديد للمخاطرة او شهية المخاطرة بالنسبة للمستثمرين وبنلاقي كاشفلو تاني بيظهر على الماركت كمان بيعذذني من عملية الاستحواذ اللي هي كانت بدأ لي من مستويات من حوالي من بعد كورونا واحنا بدأنا ان احنا ننشط في الملف ده بشكل كبير من سنتين فبالتالي انتي لا احنا منتظرين الملفين لسه فيهم كتير لسه متوقعين ان يكون فيهم اجراءات كبيرة كذلك انتي يمكن احنا مش هنبدأ نبص على الاستثمارات بشكل كبير انتي دلوقتي الاستثمار الاساسي عندك هو المستثمر المحلي المصري وممكن يكون في بعض الاستثمارات العربية وان كانت بتتضخف في شكل الاستحواذات للشركات المدرجة او مستثمر بشكل رئيسي في سوق الاسوم ان هو بيبدأ ان هو يشتري في السوق عموبا وبالتالي ده لازم ناخد كده نظرة للمؤشر المقاوم بالدولار احنا لو بدأنا نشوف المؤشر المقاوم بالدولار او سوق المصري المقاوم بالدولار هنلاقي انه دلوقتي لسه في قاع انت بتتكلمي في ان العملة بتاعتك انخفضت بحوالي 70% ومتوقع انها تنخفض بشكل اكبر من كده بكتير مستقبلا مقابل ان انت لسه كأصول او اعادة تقييم وتسعير للأصول اللي هي بتكون عن طريق البورصة انت لسه موتها رجعة ب35% فبالتالي الفرق ده لازم ان هو يتم احتسابه بشكل او باخر فانت لو فتحنا العنان يعني لتخيلاتنا احنا ممكن نقول ان احنا مستهدفين مناطق 30 ألف نقطة والخمسة و30 ألف نقطة لكن خلينا نمشي ستيب باي ستيب خلينا نتقل مع حدك تحيل المؤشر السبعيني واللازل تفع بأقل من 1% باخر جلسات الاسبوع ما رأيك بأداءه وما هي توقعك؟ السبعيني على مدار الفترة اللي فاتت كلها كان سابق التلاتيني بشكل كبير وده نتيجة لان عندنا يعني two factors في الموضوع انت عندك تنوع بشكل واسع جدا في الاسهم بتاعته وفي القطاعات المدرقة ضمن المؤشر تاني حاجة ان كانت الاسهم دي رخيصة جدا 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 واغلبها ما شافش ايراليات اللي كانت حصلة على الاسهم القيادية وبالتالي كانت معت وصول القياديات لفترة معينة لمناطق ظهر فيها تشبع الشراء بشكل كبير بدأ ان يكون فيه عمليات تبديل للسيولة للمؤشر السابعيني وبالتالي بدأ يكون انه هو بيزبق المؤشر التلاتين وعليه احنا مرينا في فترة من الفترات كده كانوا الاثنين المؤشرين بيتحركوا صعوديا مع بعضه يمكن ده اللي بيعزز لي اكتر من استمرارية او طاقعات استمرارية الحركة الايجابية لما نبدأ ان احنا نشوف بعض عمليات المضاربة اللي بتحصل على السابعين ودي السمة الطبعية للمؤشر خاصة مع نشاط الاسهم ضربية انت بدأنا نشوف عوضة للاسهم ضربية ونشاطها فبالتالي ده بيديني فلاطيل عالية جدا في السوق مساحات التريدنج بتبدأ ان هي توسع شوية او التحرك السياري بيبدأ انه يوسع فبيبدأ يكون في عمليات للتباين على المؤشر فممكن انت بتلاقيها بنبدأ نتحرج بشكل طفيف لفوق او صار بشكل عنيف لفوق او بشكل عنيف لتحت اجمالا انت هتلاقي المؤشر نهاية يمكنها الاسبوع بترجعات طفيفة بنتحرك في شكل عرضي نسبيا نتيجة لان الاسهم دلوقتي او نصاب الاهتمام بتاع المتعاملين للاسهم القيادية او للرجع تاني للاسهم القيادية كنت تبعنا استاذة مونة امس الخميس تثبيت البنك المركزي المصري الفائدة ما تأثير ذلك القرار على البورسة المصرية من زمان وهي القرار ما بقاش مؤثر بشكل مباشر وبشكل عنيف في السوق يمكن انت منقدر نقول ان يكون ليه تأثير ولكن التأثير اللحظي لا يتجاوز لنصف جلسة للجلسة ما اعتقدش ان هيكون في او ارتباط وثيق ما بين حركة او قرارات المركزي وحركة المؤشرات خلال الفترة اللي جاي احنا وثقين اكتر او الحركة مرتبطة اكتر بسعر العملة والقرارات بخصوص السعر العملة ما اعتقدش ان حتى يعني احنا شوفنا على جلفة الخميس ما كانش فيه الاثر الفضيع وان كانت اغلب الناس كانت متوقعة التثبيت ما كانش فيه الاثر الفضيع انت يعني لو بنتكلم على ثياسات المركزي انت هتبدأ تشوفي ان احنا من على مدار 22 و29 انت رفعتي بحوالي ألف ومئة نقطة اثاث على مدار سنتين او على مدار الاجتماعات وممكن ان انت كمان لسه قدامنا لحد نهاية السنة ترفع حوالي مئة نقطة اثاث 150 نقطة اثاث ولكن برضو انت بتتكلمي ان انت بتسجلي اعلى سعر الفايدة في التاريخ انت فوق العشرين في المية مقابل ان انت بتسجلي اعلى سعر التضخم في التاريخ فبالتالي مش الاداة او تحريك اسعار الفايدة هي البداء بدأت تكون الاداة الفعالة او ما بقتش تكون الاداة الفعالة سيطرة على التضخم او التحركات يعني رؤوس الاموال بالنسبة للمستثمرين ان هم يحركوا حيازاتهم من الاستثمار في سوق اسهم للدخار مثلا في شهادات استثمار او هكذا فاعتقد انها فقدت تأثيرها بشكل كبير على حركة السوق وعلى حركة كمان المتدولين يعني انت لو بنتفكر كمستثمرين بيفضلوا ما بين شهادات استثمار وسوق اسهم لانت كمان في سوق الدهب دلوقتي والسلعة بدأ انه يحظي على اهتمام كبير من المستثمرين خلال الاونة الاخيرة على مستوى القضاعات استاذة مونة هل سيشعى قطاع البترو كمويات وقطاع الخدمات المالية الغير المصرفية المزيد من صفقات الاستحوازة المرتقبة اكيد يمكن هم دولة القطاعين الاساسيين اللي بيتم فيهم الاستحوازات بجانب مثلا مصرية اتصالات بجانب كام شركة من العقارات على رأسهم طبعا مصر جديدة عشان هي اكبر لانت بانك في مصر يعني ومدية نصر كذلك فبالتالي طبعا لو احنا مستمرين في عمليات تخرج من او تخرج الدولة من الشركات والكينات الاقتصادية بتاعتها من قابل زي ما بنقول كده العملة الصعبة او توفير عملة صعبة لمستثمرين استراتيجيين فاكيد القطاعين هيكونوا على رأس الشركات اللي بيتم التخرج منهم خاصة ان انت طبعا انت عندك تركس قوي جدا وتنوع قوي جدا في القطاعين عندك كتير من الشركات اللي بتضر ارباح بشكل كبير خاصة ان ارباح عملة صعبة فبالتالي يعني احنا زي ما بنقول كده بالنسبة للمستثمرين هم يعني بيحيذوا حاجة ثمينة او يعني بيكونوا جاهدين ان هم يشتروا حاجة ثمينة فطبعا هيكون فيه تخرج خلال الفترة الجاي طاق المعكة اللي ملف الترحات الحكومية الى اين ما زال مستمر الى اين دي او يعني احنا مش عارفين الخط الفاصل ان الحكومة توقف عنده ايه لان احنا بدأ يكون فيه كتير من الشركات او النسب في الشركات بدأت ان هي تخرج من ايدين الحكومة المصرية بدأنا ان احنا نكون فيه عمليات تبيع كمان للموانئ والاوتلات ومثلا فيه حاجات كتير بقى او قطاعات كتير احنا بنتخرج منها او الحكومة بتتخرج منها مش لقيين لحد دلوقتي بديل او خلق يعني بديل الاستثمارات الحكومية المباشرة ولكن الى اين احنا مستمرين ايهما بقى اقرب في شركات زي صافي والوطنية حتى دي احنا بنتخرج منها يعني احنا ايهما اقرب ان احنا نلاقي حاجة جديدة ان احنا ندبر منها عملة صعبة او ان احنا نخف او نبدأ نخفف شوية من استهلاكنا العملة الصعبة وده هيجي طبعا بالانتاج استاذة مونة استاذنا في فاصل قصير ثم نعود لتحليل ابرز مجاة في اسواق المالة الامراطية والعالمية مشاهدينا الكرام نطلع فاصل ثم نعود لحضرتكم مرة اخرى ورجعنا حضراكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل مرة اخرى وبضحب بضيفتي الكريمة استاذة مونة مصفف ورحب بحضرتكم مرة اخرى اهلا بحضرتكم خليني ابدأ معكي من الامارات ونبدأ من سوق ابو ظبي المالي يمكن شاهدنا هو كان الملقب بافضل اداء خالجيا في عام 2022 ما تحليل الاداء السوق يمكن كمان مش عشرين اتنين وعشرين احنا بنتكلم من ابريل عشرين وعشرين وانت واخدأ اتجاه صاعد يمكن كمان عشرين اتنين وعشرين احنا بدأنا ندخل في العمليات العرضية لجني الارباح او استراحة المحارب اللي احنا كنا نتكلم عليها السوق طالع لمدة سنتين او تلاتة بشكل متواصل وبدأ ان هو كمان يعاود الصعود ده مع يمكن نقدر نقول من شهر مداية سبتمبر اواخر اوجست واحنا بدأنا نشوف استمرار او معاودة عمليات الشراء والارتفاعات للأسعار السوقية للشركات المدرجة على المؤشر وبالتالي ده بدأ انه يحثن اكتر من شكل المؤشر بعد عمليات الاداء العرضي او عمليات جني الارباح اللي احنا كنا بنمر بيها على مدار من منتصف نقدر نقول من منتصف عشرين اتنين وعشرين حد دلوقتي طبعا في زيادة في الاستثمارات الاجنبية او دخل الاستثمارات الاجنبية وده يمكن اثر لنا بشكل ايجابي على قيم السوقية او رأس المال السوق للمؤشر يمكن ده السبب الرئيسي في انه هو يحتسب كافضل مؤشرات لانه قدر على مدار الفترة اللي فاتت يمكن كمان مش ابوظبي بس يمكن الامارات كلها قدرت ان هي تحول نفسها كملاز قامل للاستثمارات وتحويل الاموال يمكن نقدر نقول من كورونا وده اتأكد لنا مع حرب روسيا اوكرانيا لما بدأ يكون فيه تحويل وضخ مباشر الاستثمار سواء المباشر في اقطاعات كتيرة او كمان غير مباشر في اقطاعات كتيرة يمكن ده اللي بدأ ان هو يظهر اداءه وايجابياته على حركة الشركات سواء المقايدة او غير المقايدة وبالتالي على سوء الاسهم بشكل عام برأيك استاذة مونة لماذا قفز سوق دبي المالي وسهم القيادية اعنار العقارية لمستويات لم يصل اليها منذ عشر سنوات تقريبا دبي كان متأخر كتير جدا خلال الفترة اللي فاتت يمكن كنا دايما نقول ان دبي فيه هو يمكن هيكون الحصان الاسود وفيه فرص كتير جدا لسه واسهم كتير جدا لسه ما حققتش المكاسب المتوقع لها خاصة ان احنا كنا شايفين على مدار فترة اللي فاتت كان فيه تجهيز من مجالس ادارات الشركات لان هما يخفضوا مديونيات عشان طبعا بسبب القلائق القلبقة الاقتصادية الجيوسياسية اللي احنا كنا بنمر فيها وعمليات التضخم والنتج المحلي العلامي اللي بدأ انه هيكون فيه بعض التراجعات يعني كان فيه كتير من التحديات الاقتصادية اللي كانت بتواجه وده يمكن ليه لان احنا دايما هنلاقي كده اسواق الخليج منفصلة او منقسمة للجزئين فيه جزء مرتبط جدا او بشكل وثيق من اسعار الفايدة وحركة الفيدرالي والمركزيات وجزء تاني مرتبط بالنفط يمكن السعودية طبعا على رأسهم فيما تعلق بمعاملات الارتباط ما بينها وما بين اسعار النفط والامارات ما بين معامل الارتباط ما بينها وما بين اسعار الفايدة وبالتالي كان عمليات الخوف من المجهول او احجام المستثمرين نتيجة الضغطات الاقتصادية اللي احنا كنا شايفينها المتتابعة بقى من نقدر نقول من عشرين عشرين لحد دلوقتي صحيح زي ما بقولك الامارات قدرت انها تحول نفسها كملاز امن لاستقبال الاستثمارات او استعدت بشكل كبير ان هي تستقبل رؤوس الاموال او التدفقات النقدية دي بقى سواء كاستثمار مباشر او غير مباشر حركة كمان ادعاة البنوك والاستثمار العقاري وهكذا فده كان يمكن محجم اكتر شكل دبي دبي كان فيه كتير من الشركات اتجهت زي ما قلنا مجالس اداريتها ان هي تخفف شوية من الديون اللي عليها كانت فيه طروحات كبيرة بدأت ان هي تنضم للمؤشر وبالتالي ده ساعد كتير في ان يكون يجذب رؤوس اموال جديدة ينوع المستثمر عمل زي ما بنقول كده عمق للسوق اللي قادر ان هو يخليه يفتعد او يبدأ ان هو لما يظهر اي ايجابية سواء على الاخبار الاقتصاد القلي او متعلق بالشركات يبدأ يكون فيه ارتفاعات مش مجرد ارتفاع عادي لا دي قفازات قوية ممكن النهاردة احنا بنتكلم او من امبارح وكان فيه تصرحات لوزير الاستثمار الاماراتي ان هم عندهم خطة بتستهدف نموه 6% ممكن ده كمان ضعف اللي كان البنك العالمي بيبدأ ان هو البنك العالمي كده بيقول تقرير سنوي مستهدفات النموه لكل دولة وكان بيستهدف لها حوالي 3.2 هي بتستهدف 6% ان كانت الى حد ما الرقم ده اقل شوية من مستهدفات النموه للسنة اللي فاتت ولكن انت في النهاية مع ممكن نقول ان احنا بنتقع او بنك العالمي بيتقع زيادة للتضخم العالمي تراجع في الناتج العالمي للاقتصاد وانقماش كمان للاقتصاد الامارات بتحاول ان هي تبيت الكلام ده كله تحقق ضعف النموه فبالتالي ده بشكل او باخر هينعكس على حركة المؤشرات بتاعتها ليه لان دايما وابدا احنا دايما نقول ايه ان المؤشرات البورصة فاي دولة ايا كانت هي انعكاس حقيقي لحركة الاقتصاد وقوة الاقتصاد فبالتالي لما انت اقتصاديا تكوني قوية ومتعافية بشكل كويس وعندك استثمارات او مش استثمارات يعني اهداف استثمارية تحقق منها رفع او نمو لاقتصاد بشكل كبير ده هينعكس بشكل او باخر في الشركات المدرجة لانها في النهاية هي جزء يتجزأ من الاقتصاد بتاعت الدولة كله وبالتالي هنعكس على القيمة السوقية للدولة توقعات حضرتك ايه استاذة مونة لاداء اسواق المال الاماراتية خلال نهاية العام نسيما في ظل التدعيات الاقتصادية لحضرتك ذكرتها يعني التي تمر بها الاسواق العالمية يعني احنا لو استمرين على شكل التدفق الاستثماري ده خاصة الاجنبي بشكل حتى نهاية العام يعني او ماذا المستمر معي لا اعتقد ان احنا كابو ظبي هنقدر ان احنا نتجاوز كمان مناطق 10500 نقطة اللي احنا كنا نزلنا من عندها ابو ظبي لثا مكمل ممكن هو طبعا هو يعني هنبدأ ان احنا نروح مستويات تاني 2016 ساري 2007 و2008 اعتقد ان لا ما زلنا قدامنا كتير خاصة دبي لسا قدامه كتير من المستهدفات ان احنا هنحققها وهيقدر يحقق ان شاء الله ان شاء الله اعلن اليوم عن منح حكومة الامراض شركة الياسات عقدا بقيمة تتجاوز 18 مليار دل عام متى عليك حضرتك وصية بالطبيعي كده هي لها ذراع حكومي وطبيعة الامور هي اصلا فيه شركات كتير ما بينها وما بين الحكومة فهي كانت تجديد العقد اعتقد ان هو او يعني فيه عقد تاني هينتهي في 2024 ساري 26 فبالتالي هي بتدخل فيه شراقة جديدة يعني مش بيهمني شكل الاتفاق اكتر ما بيهمني عمليات التدفق النقدية اللي هتكون نتجة عن الاتفاق انت بتتكلمي مثلا احنا لو اخدنا فرقاست بس لدوكريمة الصفقة دي هتلاقي ان هي بتعملك ارباح او تدفق نجدي مستمر 16 ده في الحد 2040 بشكل متوالي فبالتالي ده طبعا هيبدأ ان هو يعزز من اداء الشركة ونتائج اعمالها وافصحتها بشكل كبير يمكن ده يمكن يعني اول الغيث قطرة اعلنت عن ارتفاع للتوزيعات النقدية بتاعتها وبالتالي ده هيديها ثقة بشكل كبير هي طبعا ليها صبقة اعمال سواء جوى الامارات او خارج الامارات ليها صبقة اعمال قوية ويمكن ده كمان هيعزز من عمليات الانشاء امرين تانين اللي هما الى ثات اربعة وخمسة وبالتالي ده هيديها تعزيز اكتر بقى للتوسع في عمليات الاستثمار بتاعتها وان هي تقدر تدخل في الشركات بشكل اقوى طاقة المعكلية اسعار الطاقة يمكن بتؤثر اسعار النفط العالمية على اتجاهات السواق المنطقة يعني برأيك الى اين تتجه جي بي مورجن طلع تقرير ان احنا رايحين للـ 120 دولار ما اعتقدش ان ده هيحصل هو رقم حالم جدا يعني خاصة بالنسبة للأوضاع العالمية دلوقتي طيب احنا اللي طلع اثار النفط ان عندنا الـ OPEC بدأت ان هي خاصة روسيا والسعودية يتفق ان هما مستمرين في تراجع او تقليل الانتاج اليوم بتاهم خفض الانتاج اه بالضبط من هنا لحد نهاية العام تمام وبالتالي ده بدأ ان هو يعذز شوية من الاثار طيب انت معندناش لسه الطلب ظهر بشكل حقيقي فبالتالي ده مش هيقدر ان هو يعذز لي من الاسعار بشكل كبير خاصة ان الصين لحد دلوقتي هي متجهة لتعذيذ من الطلبات اللي فيها او طلب الصين على النفط بشكل كبير انت لسه عمليات الاقتصادية ما عندهاش وصلت للارقام مقابل كورونا بشكل كبير وبالتالي ما عندهاش الطلب الحقيقي او مش الطلب الحقيقي الطلب القوي اللي هو يقدر ان هو يعذز من اسعار النفط مقابل ان كذلك ان كان عندك بس الارقام للطلبات بدأت ان هي في اوروبا بدأت ان هي تتحسن بشكل طفيف وكان متوقع ان هي كمان يعني اتحسن بشكل اكتر من المتوقع طيب لو احنا وصلنا للاسعار دي على النفط انت لسه مازال عندك تضخمات تضخم العالمي ممكن يوصل بنا الاراوند 6% وده انت شايف احنا الفيدرالي الامريكي والمركزيات الاوروبية وكذلك المركزيات العربية احنا بقالنا سنين بيحاربوا ان هما يخفضوا او يبدروا ان هما يستوعبوا عمليات التضخم وارقام التضخم عندهم فبالتالي لو بدأت ان تكون فيه ارتفاعات زيادة على اسعار النفط ده هيبدأ ان هو يؤدي لليه مزيد من ارتفاعات على اسعار الفيدة وبالتالي مزيد من التضييق للعمليات الاقتصادية وتراجع فيه النتيج الاجمالي العالمي للاقتصاد فبالتالي اعتقد ان الرقم ده مبالغ فيه ممكن ان احنا صحيح نوصل لمستويات الحالية اللي احنا وصلنا لها الراوند 98 دولار 100 دولار للبرميل ونبدأ ان احنا نتراجع تاني نتراجع نروح لحد فين احنا ممكن نشوف المناطق الداعمة للأسعار النفط اللي هي 88 دولار وده يمكن نقدر نقول الأسعار اللي احنا نبدأ ان يكون فيها تعافي مرة اخرى او هتسمح للاقتصاديات ان هي تتعافى مرة اخرى اشتركوا في القناة